اهلا وسهلا فيكم طلاب الصف العاشر الأعزاء معاكم الأستاذ فهد السلامة مدرس مادة الرياضيات للصف العاشر والأول ثانوي والتوجيه كمان إذا حابين إذا حابين تستفيدوا تابعوا الحصص اللي رح أنزلها لأنه رح يصير أشرح منهاج الصف العاشر فإذا أنتم بتتابعوني جدا كمان لا تنسوا أنكم تدعمونا باشتراك تمام الآن بداية رح نبلش بالفصل الثاني نبلش نشرح أنا وياكم مع بعض أول درس معنا بكتاب الفصل الثاني واللي هو اقترانات كثيرات الحدود اقترانات كثيرات الحدود بدنا نتعرف هسا أنا وياكم مع بعض على هاي الاقترانات شي يعني اقتران كثير حدود الآن عشان أحكي أنا عن أي اقتران أنه كثير حدود لازم حقيق لي شرطين لازم حقق ايش شرطين وين بيكونوا هذول الشرطين بالعادة على الأسس يعني لو أنا عطيتك مثل الشرط الأول خلينا نحكي الشرط الأول أنه يكون معاي الأسس موجبة تمام والشرط الثاني أنها تكون ايش أعداد أو عدد صحيح كيف يعني أستاذ؟ أعطينا مثال عليها طيب لو حكيت لك Fx تساوي سالب 2x زائد 4 ناقص 10x تربيع إذن لو سألتك هذا اقتران كثير حدود ولا لا؟ وليش؟ رح تيجي تطلع لي تحكي لي آي أستاذ هذا اقتران كثير حدود لأنك هسا حكيت لنا شرط عشان أحكي أنه هذا الاقتران كثير حدود ولا لا أنه هذا الشرط على الأسس بيكون فأنا اطلعت على الأسس كلات هاي أسس 2 وهاي أس 1 الواحد والاثنين هاي شمالها أعداد موجبة صح؟ وأعداد صحيحة شي يعني أعداد صحيحة؟ يعني 1، 2، 3، 4، 10 فأنا هون شفت إنه الأسس موجبة وصحيحة إذن بقدر أحكي لك هذا الاقتران شماله يا أستاذ اقتران كثير حدود تمام يعني إذا كان أستاذ أسس سالب بحكي عنه اقتران مش كثير حدود بالزبط طب لو كان مثلا أسس زي هيك أسس 1 على 2 و 1 على 3 برضه هذا بنسمي اقتران مش كثير حدود أنا بدي الأسس يكون موجب وعدد صحيح تمام شو اللي كابلت كاتبه يا أستاذ هون هنا عندي أنا الصورة القياسية لإقتران كثير حدود بيكون هنا عندك عدد هاي مثلا أي عدد عندك إكس أكبر وحدة هيك ترتيبها يعني بالصورة القياسية إكس هون الأسس بيكون أكبر إشي بعدين بيكون أقل منه بدرجة أو بدرجتين حسب الموجود معك في السؤال إذن هاي هي الصورة القياسية هس راح أكتب هذا الاقتران بالصورة القياسية طيب عندي هنا درجة الاقتران شو هي درجة الاقتران اللي بيحكمني اللي هو أكبر أسس موجود معاي في الاقتران من كل الاقتران للاقتران بيختلف ممكن يكون تربيعي ممكن تكعيبي ممكن يكون هنا أربعة من الدرجة الرابعة خمسة ستة من الدرجة السادسة وهكذا الآن المعامل الرئيسي اللي هو معامل أكبر X يعني الـ X اللي أسها أكبر إشي معاملها هو بنسميه المعامل الرئيسي لهذا الاقتران تمام ها الصراح نعرفهم كلاتهم من مثال واحد الحد الثابت اللي هو العدد اللي بكون لحاله لأن أنا هنا بعتبر أنه الـ X هي متغير وإلها معامل هنا شو المعامل؟ اللي هو واحد وإذا ما كان في عليها أس بعتبر الأس واحد طيب هذا بنسميه متغير اقتران كثير حدود حتى لو كان حد واحد هذا اقتران كثير حدود لأنه هاي الأس موجب وعدد صحيح إذا كان عدد لحاله مثلاً 2 4 سالب ألف هذا برضو بنسميه اقتران كثير حدود طب السادس وين الـ X هيها بكون معاها X أس صفر لأنه إحنا بنعرف من قبل أنه أي شيء أس صفر واحد فهي عبارة عن X قوة صفر يعني واحد ضرب أربعة اللي هي نفسها إيش؟ الأربعة تمام؟ فأي عدد لحاله هذا شو بنسميه إحنا؟ حد ثابت ممتاز هاي نعرف من اقترانات كثيرات الحدود إلى أن أستاذ تقدر ترتب ليها هاي على الصورة القياسية؟ طلعوا كيف بأخذ أكبر أس فيهم أنه واحد التربيع بأخذه مع المعامل والإشارة يعني هاي X تربيع شو معاملها؟ ما حدا يحكي لي عشرة معاملها سالب عشرة فبدي أبلش فيها هي أول واحدة بحكي سالب عشرة X تربيع تمام؟ هاينا خلصنا من الأولى هنا في عندي X وفي عندي أربعة ببلش في الـ X اللي أصغر من الاثنين اللي هي أس واحد بأخذها مع معاملها معاملها شو إشارته؟ سالب فبحكي سالب اثنين X وبظل عندك الحد الأخير اللي هو موجب أربعة كتبناها هاي هي بنسميها الاقتران بالصورة القياسية طيب لو أنا حكيت لك مثلا شو درجة هاد الاقتران؟ تطلع على أكبر أس فيها تحكي لهذا الاقتران من الدرجة الثانية يعني تربيعي طيب لو سألتك شو المعامل الرئيسي لهذا الاقتران؟ رح أروح على الـ X أكبر وحدة أنا أكبر وحدة هايها الاثنين شو معاملها؟ سالب عشرة إذن المعامل الرئيسي سالب عشرة طيب أستاذ شو الحد الثابت؟ الحد الثابت اللي هو العدد الأخير اللي بكون دايما لحاله اللي هو موجب أربعة تمام تمام طيب تعالوا نشوف مثال واحد شو بيحكيلي؟ بيحكيلي بدي إياك تكتب لي هذا الاقتران أول شي تحدد لي إذا كان كثير حدود ولا لا إذا كان كثير حدود اكتب لي بالصورة القياسية ويحسب درجة الاقتران والمعامل الرئيسي والحد الثابت تعالوا نشوف كيف الموضوع جدا سخيف هذا الاقتران أول شي بدي أحكم عليه إذا كثير حدود ولا لا طيب هاي عندي أنا الـ X الأس تبحها ثمين هاي موجب وعدد صحيح تمام نشوف الثلاث موجبة وعدد صحيح فأنا في عندي واحد موجب وعدد صحيح لأمور تمام خلص هذا اقتران شماله كثير حدود إذا هاي بأكتب له اقتران شماله كثير حدود طيب الآن بدي أحسب درجة الاقتران شو درجة هذا الاقتران؟ بروح على أكبر أس اللي هو ثلاث إذا درجة من الدرجة إيش يا جماعة؟ الثالثة اقتران تكعيد طيب شو معامل الرئيسي لهذا الاقتران؟ المعامل الرئيسي خلينا أول إيش يرتبها للمسألة طيب خلينا يعني نكتبها بالصورة القياسية اللي هي هي هايها F الـ X تسابق حكينا بنبلش نكتب أول أس فيهم أكبر وحدة فيهم هايها اللي هي X تكعيب بأخذها مع المعامل المعامل مشي 2 سالب 2 فبحكي سالب 2 X تكعيب هاينا خلصنا من أول واحدة طيب نروح على اللي أصغر منها اللي هي الأس في 2 صح؟ هايها X تربيع ومعاملها موجب 1 فبكتب موجب X تربيع هاينا خلصنا منها يلا على الأصغر منها عندي 6X هايها أسها واحد فبحكي هنا زائد 6X وآخر الشي عندي العدد اللي حالي اللي هو السالب 4 بكتب سالب 4 هيك أنا بكون حولتها للصورة القياسية تمام الآن بدي أحسب اللي هو المعامل الرئيسي المعامل الرئيسي شو رح يطلب معي المعامل الرئيسي؟ هايها X أكبر وحدة اللي هي X أو الثلاث معاملها سالب 2 فالمعامل الرئيسي شو هو سالب 2 طيب ظل علي أعرف بس اللي هو الحد الثابت شو الحد الثابت يا جماعة؟ هاي العدد اللي حالي اللي هو السالب 4 انتهى الحل بس يعني بس عليك إنك تشوف لي هذا الاقتران كثير حدود ولا لا إذا كثير حدود اكتب لي بالصورة القياسية اللي زي هاي احسب لي الدرجة تبعته كم من الدرجة الثالفة المعامل الرئيسي اللي هي معامل تبع أكبر أس اللي هي سالب 2 الحد الثابت اللي هو اللي عدد لحاله تمام تمام إذا نشوف هذا فرع 2 بحكي لي جيل X تساوي 2X تربيع زائد 1 على X هاي أكيد ما رح تكون اقتران كثير حدود ليش يستاذ؟ هاي تطلع الأس تبحها موجب وهون عندك حكيت لنا واحد موجب واحد تمام بس هنا أنا لما كنت أحسب لهم الأسس والمعاملات كانوا المتغيرات اللي هما الـ X كانوا في البسط هالمرة تطلع وين معطيك الـ X في المقام فلأنت لو بدك تيجي ترفع لي هاي الـ X من المقام للبسط رح تغير إشارة الأسس يعني بدل ما هو موجب واحد شو رح يصير X السالب واحد لأنه ما بهمني هو في المقام بهمني هو في البسط فوق فبما أنه لما ترفع على فوق رح يصير عندك الأس سالب إذن هنا خالف الشرط هذا الأس بطل موجب صار سالب إذن هذا مباشرة شو بتحكيلي؟ ليس ليس اقتران كثير حدود وحكينا ليش مش كثير حدود؟ لأن الأس الأس تبع X شو طلع معنا؟ عدد سالب ممتاز طيب تعالوا نشوفوا الاقتران رقم ثلاث معطيني H الـ X تساوي جذر الـ X زائد التسعة مين يحكي لي إذا هذا كثير حدود ولا لا؟ وليش؟ هذا أكيد مش كثير حدود لأنه هنا أنت في عندك جذر للـ X صح؟ فلو أنت أجي تتخلصت من الجذر يعني أنا بعرف أن الأسس بقدر أحولها لجذر والجذر بقدر أرجع لـ X اللي هو زي هيك لو كان معك مثلاً جذر X بتحكي لي أنا كيف بدي أحولها لـ X عليها قوة؟ بتحكي لي الداخل على الخارج الداخل 1 الخارج كم؟ هذا جذر تربيع بنعتبره 2 فبتحكي لي 1 على 2 طيب لو أعطيتك جذر تكعيبي مثلاً لـ X تربيع كيف بدك تحول ليها لـ X عليها قوة؟ بتحكي لي X الداخل 2 الخارج 3 يعني 2 على 3 ممتاز فأنا هنا في عندي جذر X لما أجي بدي أرجحها لأصلها رح تلجى معي X قوة نص طيب تطلع لي على الأس هذا الأس موجب ما اختلفنا طيب الأس هل هو عدد صحيح ولا لا؟ لا هنا عندك كسر الكسر مش عدد صحيح فإذا هنا خالف الشرط إنه مش عدد صحيح فرح تيجي تحكي لي هذا كمان شماله ليس كثير حدود لأن الأس شماله مش عدد صحيح تمام الآن تعالوا نشوف آخر واحدة اللي هي أربعة اللي هي كل X تساوي ثلاث X تربية ناقص خمسة زائد ثنين X الآن لحظوا المقام اللي موجود معنا هالمرة مش متغير موجود معي عدد أيو أربعة هذا العدد إذا كان حد واحد تقدر إنك يتوزعه على حدود البسط فرح تصير زي هيك اللهم سلسدنا محمد الأربعة عطيها لهذا الحد الأول ثلاثة X تربيع هيك تقدر تكتبها ثلاث على أربعة وبتحط X تربيع تمام لأن هنا في عندك سالب خمسة بدك تعطيها أربعة في المقام فرح تصير سالب خمسة على أربعة طيب أستاذ ليش زيحت هيك؟ لأن هنا أنا بدي أحط أنا أكتبها بالمرة يعني مرة واحدة بدي أكتبها على الصورة القياسية زي هيك فهي أكبر أس اللي موجود بعدين الأس واحد أكتبها قبل العدد شو هي هاي؟ موجة بثنين X فبحكيها موجة بثنين X بعدين ناقص الحد اللي هو خمسة على أربعة هيك أنا بكون حولتها من هذا الشكل إلى الصورة القياسية فالآن بعد ما حولتها للصورة القياسية الآن بقدر أحسب لك لي أنت بالذكية بدك تشوف ليها إذا كثير حدود؟ آه أكيد كثير حدود ليش؟ هاي الأس موجة بثنين وأنا موجة بواحد ما في مشاكل طيب الحد الرئيسي أو المعامل الرئيسي هاي اللي هو معامل X الأكبر واحدة اللي هي X تربيع ومن الدرجة كم هاضي يا جماعة؟ من الدرجة الثانية طيب بدنا الحد الثابت هاي اللي هو سالب خمسة على أربعة هيك بنكون حلينا مثال واحد كاملا عرفنا كيف شكل الاقتران كثير الحدود وعرفنا كيف نرتبه بالصورة القياسية ونحدد الشغلات اللي بطلبها مني بالسؤال الآن تعالوا نحل أنا وإياكم مع بعض أتحقق من فهمي يلا يا جماعة نحل مع بعض مثال أتحقق من فهمي معطيني فرع A و B و C بيحكي لي فرع A X تساوي 9 ناقص 5 X زائد الجذر ال 2 ل X قوة 5 هاسا بيجي الطالب بيحكي للأستاذ هاي جذر خلص يلا هاد مش كثير حدود لا هذا الجذر وين موجود؟ موجود على العدد العدد عادي لو كان جذر عادي لو كان نص عادي لو كان خمسة على أربعة ما بيفرق الأعداد أنا اللي بهمني المتغيرات ال X إنه ما تكون موجودة في المقام وما تكون إيش كمان ما تكون الأسس اللي عليها أعداد غير صحيحة أما الأعداد عادي ما إلي دخل فيهم يعني هذا أول إشي عشان أحكم عنه إنه كثير حدود ولا لا طلع على الأس تبع الأكس موجب خمسة تمام طلع على الأس تبع الأكس موجب واحد فبما إنهم أعداد صحيحة وموجبة فهذا بنسميه اقتران شماله كثير كثير حدود طب لو سألتك يا سأل هذا من الدرجة لكم؟ رح تحكي لي من الدرجة الخامسة طب لو حكيت لك أكتب لي الصورة القياسية لإلوه رح أجي أحكي لك هاي اتش الأكس تساوي ببلش بأكبر أس اللي هو أكس قوة خمسة بأخذها مع معاملها والإشارة فأنا موجب جذر الثنين فرح أكتبها جذر الثنين أكس قوة خمسة يلا هاي هاي راحت اللي بعديها إيش؟ سالب خمسة أكس أس واحد سالب خمسة أكس أس واحد تمام وهاي راحت بظل عندي الموجب تسعة هناك كتبت لك إياها بالصورة القياسية طيب أستاذ أعطيني الحد الثابت الحد الثابت يا سيد العزيز هاي العدد اللي حاله التسعة طيب لو حكيت لك أعطيني المعامل الرئيسي شو رح تحكي لي المعامل الرئيسي هاي اللي هو العدد تبع أس أكبر واحدة اللي هو الجذر الثنين طيب شو ظل كمان نحكي شو ظل بس هاي كثير حدود من الدرجة الخامسة والحد الثابت والمعامل الرئيسي ممتاز ممتاز الآن تعالوا نشوف المثال اللي وراه اللي هو فرعبي هل هذا قتلان كثير حدود؟ مباشرة رح أحكي لك لا ليش لا يا أستاذ؟ طلع عندك X تربيع وين موجودة في المقام فلو أنت يجيت رح ترفاحها رح تصير سالبة وبالتالي رح يصير مش كثير حدود إذن هذا ليس كثير حدود نشوف اللي وراه جيل X هنا في عندك قوس وفي عليه تكعيب تمام هذا من الدرجة الثالثة بس أنا بقدر عشان أعرف أنه هنا عرفنا أنه من الدرجة الثالثة ماشي وهذا عبارة عن كثير حدود لأنه هي الأس واحد لازم نفك أول شيء الاقتران اللي معاي نفك القوس اللي معاي القوس التكعيبي القوس التكعيبي فيه له قاعدة لحتى تفكه هنا في عندك 2X خليها كيف القاعدة بتحكيلي الأول تكعيب يعني ثلاثة تكعيب 27 الآن نفس الإشارة بتنزل بتحكيلي الثلاث ضرب الثاني تربيع الأول تربيع ضرب الثاني يعني الأول تربيع تسعة تسعة ضرب ثلاث واللي هي عبارة عن 27 وبتضربها في الثاني اللي هو الاكس يا الله هنا دايما زائد هسه انت ضربت وربعت الأول هسه بدك ترجع تضرب بس دايما تربع الثاني يعني ثلاثة في ثلاثة تسعة وربع الاكس هتصير تسعة اكس تربيع آخر إشي بدك تحط نفس الإشارة اللي بلشنا فيها وبتحط على الثاني تربيع اللي هو الاكس تربيع وهي سكر القوس إذا عندك تدخل الاثنين الاكس عليهم كلياتهم فإجراءاتكم يعني بتدخلوا هاي الاثنين اكس رح تصير معك اثنين ضرب الاربع الاثنين رح تعطيك اربعة وخمسين اكس واثنين اضربها في السالب سبعة واثنين رح تعطيك السالب خمسة واربعين وهنا اكس اس واحد و اكس اس واحد في حالة الضرب بنجمع الاسس وفي لسه موضوع لقدام اللي هو ضرب وجمع الحدود الجبرية فبنحكي عنها بوقتها بس هسه خلينا احلها هون ثمنتعش اكس تكعيب ناقص هون عندك الله مصر سيدنا محمد اثنين اكس وضربها في اكس تربية رح تعطيك سالب اربعة اكس تكعيب تمام بتجمعوا لي اياهم الاشياء المتشابهة مع بعض وبتحكيلي شو الحد الثابت طبعا ما رح يكون في عندك حد ثابت لانه كلهاتهم فيهم اكسات المعامل الرئيسي بتخذلي اكبر واحدة فيهم بعد ما تجميحهم مع بعض يعني وبتحكيلي شو هو المعامل وبتحكيلي من اي درجة هيو حكينا من الدرجة التكعيبي تمام هيك بنكون حلينا السؤال اتحقق من فهمي الان مثال اثنين فيه موضوع قبل ما نحكي فيه اللي هو المجال والمدى اللي هو ايش المجال والمدى المجال اللي هما بيسموه في الانجليزي اللي هو الدومين شو بيسموه الدومين والمدى اللي هو الرينج تمام طيب هذولا كيف بنعرفهم المجال والمدى لحظوا المجال بيكون الاعداد اللي احنا بنعوضها جو الاقتران او الفترة اللي بعطيك اياها في السؤال بس يعطيك فترة في السؤال هي بيحكيلك اكس اكبر او تساوي السالب 3 واكس اصغر او تساوي الثلاث طبعا انا ببلش قراءة من عندي الاكس باحكي اكس اكبر او تساوي السالب 3 واكس اصغر من الثلاث هاي الفترة اللي بعطيك إياها في السؤال هاي هي بنسميها المجال تمام إلا أنا من هنا أنا بدي أطلع المدى المدى بتطلع بعد ما تعوض الأعداد اللي جوه الفترة تعوضها في الاقترام يعني هسه بدي أحط جدول وفهمكم هسه هون المجال اللي راح يكون معاي أنا بدي أحط هسه قيم لـ X اللي هي بتمثل المجال وهون عندك F الـ X F الـ X اللي هي نفسها Y يا جماعة F الـ X نفس همين؟ الـ Y تمام إلا أنا بدي أخذ قيم طيب شو القيم اللي بدي أخذهم؟ بدي أتقيد بالفترة اللي معاي من سالب ثلاث لثلاث ما بنفع أخذ عدد أصغر من السالب ثلاث ولا عدد أكبر من الثلاث لازم بيناتهم عشان أقدر إني أرسم هذا الاقترام بيانيا وشو طالب مني السؤال؟ مثل الاقترام وحدد مجاله ومدى المجال حكينا اللي بعطيني إياه في السؤال هاي الفترة هاي هي المجال طيب المدى؟ المدى بنحسبه من خلال القيم Y اللي بتطلع معنا هسا بعد ما أرسمها رح تشوفوها كيف فأول إشي المجال بدي أخذ القيم تبعاته اللي هو أول عدد سالب ثلاث بعدين بيصير عندك سالب اثنين بعدين سالب واحد بعدين اللي هو الصفر بعدين الواحد بعدين هالاثنين وآخر إشي اللي هي الثلاث أكبر واحدة تمامل أنا بدي أبلش أعوض فيهم وحدة وحدة جوه الاقترام هسا سالب ثلاثة تكعيب رح تعطيك سالب سبع وعشرين نعم ہوا كتبت الجواب بسرعة ثrias سالب سبع وعشرين هاي رسه أول قيمة يعني هون لازم نحكي سالب سبع وعشرين بعدين ناقص ثلاث طبعا هاي الاقتراحنا وهي الى هون هاهي الاختراحنا بيخلص هاي الفترة سالب سبع وعشرين ناقص لو حكينا ثلاث ضرب السالب ثلاث رح تصير سالب تسعة وسالب سبع وعشرين وسالب اثنين هاي سالب اربعين لأن هون رح يطلع معك سالب ثلاث فهون رح يصير موجب سالب السالب رح يصيروا موجب مع بعض فمنطرح منهم بعدين منطرح من الجواب الثنين بيطلع معك الجواب آخر إشي سالب عشرين خليني أكتبهم أنا مرة واحدة لأنني أنا يعني من قبل كتبهم عندي على الدفتر فأنا هنا عامل تلخيص يعني لكل إشي شارهوا على اللوح عامل هنا على هذا الورق اللي معاي تلخيص لكل الدرس مع حل أسئلته فاللي حاب يشوف هذا التلخيص اشترك في جروب الفيسبوك رح أترك لك الرابط تحت هذا الفيديو هس أنا بدي أكتب الأجوبة بسرعة يعني ناتج التعويض يعني بس تعويض مباشر شيل الأكس حط مكانها سالب اثنين بتصير قوة سالب ثمانية بعدين بدأك تحطها مكان الأكس اللي هون بتصير سالب ثلاث ضرب السالب اثنين بيصيروا موجب ستة وهنا سالب ثمانية زائد ستة يعني سالب اثنين وسالب اثنين كم؟ سالب اربعة ما بديش قدلني أعوض لأنه هنح تأخذ وقت فارح نكتب الجواب مباشرة صفر سالب اثنين سالب اربعة وهي الصفر وهي الستة عشر هذول من وين اجوا؟ هذول ناتج تعويض هاي الأعداد جوه الاقتران تمام هاي الأعداد اللي على القيم الاكس هي دايماً بتمثلي المجال المجال دايماً مرتبط مع قيم اكس والمدى اللي هو مرتبط مع مين؟ مع قيم الواي يعني هاي هي قيم الواي هي نفسها هاي المدى يعني أنا بدي أسم هذول الاقتران بيانياً طلعوا كيف بدي أرسمه هاي أول شيء المستوى اللي ببياني اللي معاي هذا محور الاكس وهذا محور الاي تمام بدي أبلش أعين في الأعداد أول شيء عندي سالب ثلاثة على الاكس هايها وسالب عشرين على الاي تحت خلينا نعتبر هايها سالب عشرين تحت دكت منهم وتحط نقطة تمام تمام بعدها سالب اثنين وسالب أربعة هاي سالب اثنين انزل شوي هون راح تكون تقريباً السالب أربعة فبنقاطحهم مع بعض وهاي النقطة الثانية تمام النقطة اللي وراها سالب واحد على الاكس وسفر هاي سالب واحد على الاكس وسفر على الواي يعني مكانك هون تمام بعدين عندك صفر على الاكس وسالب اثنين على الواي هاي صفر على الاكس سالب اثنين على الواي بتيجي هون هي كمان نقطة واحد على اكس وسالب أربعة وهي واحد على الاكس وهي السالب أربعة والأخيرة اللي هي 2 على الاكس وسفر قبل الأخيرة هاي 2 على maioria سفر يعني مكانك والأخيرة هاي اللي هي الثلاث مع الموجة بستعاش على الواي فأنا هيني هيك بكون أنا عينت القيم هسا بدي أجي اجي أشي أعمل أوصلهم مع بعض طبعا هذا الاقتلان اللي معي شمال يا جماعة تكعيبي الاقتلان التكعيبي فيه له رسمة معينة زي هيك تطلع من هون تضرب هون بتنزل بعدها بتظلك طالع تمام ما قطعناها الثلاث مع السبتعاش هاي هون آخر نقطة هاي تمام هاي هي رسمة الاقتران التربية بيجي بشبه الكرسي زي هيك بس أنا طلعت معي مايلة شوي فهي سبحط رسمة الكتاب أوضح بكثير تمام الآن هيك بنكون احنا رسمنا هذا الاقتران حددنا النقط ورسمنا طبعا هو أقل إشي بتقدر عشان ترسم أي اقتران بلزمك بس نقطتين عينهم على الرسم ووصلهم مع بعض هايك رسمة الاقتران بس إذا بدك يطلع الرسم أدق لازم تأخذ أكثر من نقط تمام هيك إحنا أول شي نحكي هسا عن المجال المجال إذا ما حدد لك إياه في السؤال بتعتبره في الاقترانات كثيرات الحدود اللي هو مجموعة العداد الحقيقية لأنه أي عدد تقدر تعوض لياه جوه الاقتران كثير حدود بتقدر تعوض الصفر عدد سالب عدد موجب فمجموعة العدد الحقيقية كاملة بتقدر تعوضها من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية بس بالسؤال إذا أعطاك الفترة خلاص بتقيد فيها حكالك من سالب ثلاث للثلاث فرح تيجي تحكي لهيها من سالب ثلاث مغلقة للثلاثة مغلقة طيب لش حطيت هاي المغلقة شي يعني هاي إذا كان فيه يساوي بحط مغلقة هايها فيه يساوي بحط مغلقة اذا ما فيه يساوي بحط مفتوحة زي هيك تمام إلا أنا هاينا حسبنا المجال بدي أحسب المدى المدى يا ستاذ انت حكيت لنا من محور Y صحيح هاي محور ال Y هذا هو طيب بدي أشوف أني أصغر قيمة على محور ال Y وأني أعلى قيمة بيكون دائما المدى بناتهم أصغر قيمة هيها بلشت من عند السالب عشرين الحقها الحق الاقتران ونخلص عند الموجب 16 إذن بلش من سالب عشرين وخلص عند الموجب 16 فالمدى زي هيك من سالب عشرين مغلقة لا ال 16 برضو مغلقة تمام تمام هيك بنكون حلينا أول فرع من مثال اثنين تعالوا نشوف الفرع اللي ورا إذن يا جماعة بدي أكمل هس حل بالفرع الثاني بس قبل ما أحلو بدي أحكي لكم أنه أتحقق من فهمي اللي وراه رح يكون موجود حلو على جروب الفيسبوك هو باقي الأسئلة اللي وراه فما رح أحلو هسه بهاي الحصة رح أحل بس بمثال اثنين والهي فيه الدرس حل أتحقق من فهمي رح تلاقوه إن شاء الله موجود على جروب الفيسبوك فأتأكد أنكم تشتركوا فيه طيب مثال اثنين معطيني F ال X تسابي X تربيع ناقص 4X هذا اقتران تربيعي الاقتران التربيعي عشان أنا أرسم ولازم أكون عارف شغلة قبله اللي هو الرأس المكافئ رأس القطع المكافئ طيب أو إحداثيات الرأس اللي هي بتكون معك زي هيك أول إشي سالب B على ثنين A وصورتها صورة السالب B على ثنين A شو هي يا أستاذ هسا بفهمك كمان هاي بتمثلي طبعا قيمتها على ال X وهاي بتمثلي قيمتها على ال Y ممتاز يلا هذول لأنا لازم أكون عارفهم قبل ما أرسم أي اقتران زي هيك في عندي كمان ال A ال A هي عبارة عن شو هي عبارة عن معامل ال X تربيع طيب هاي الأي إذا كانت موجبة رسمة الإقتران تربيع كيف زي هيك يعني صحي مقاعر لأعلى فرح تكون مقاعر لأعلى زي هيك طيب إذا كانت الأي اللي هي معامل ال X تربيع إذا كانت سالبة رح يكون معك الإقتران لويني جماعة لأسفل طيب وشو هي ال B اللي هي عبارة عن معامل ال X طيب تعالوا نطبق هذا الحكي على هذا الإقتران اللي معنا في السؤال أول شي لازم نعرف إيش إحداثيات الرأس القطع المكافئ هادو محور المكافئ يا الله مستوى سبنا محمد كيف يعرف إحداثيات الرأس اللي هي سالبة B على 2A فلازم أنا يكون معاي A ولازم يكون معاي B حكينا A معامل X تربيع معامل X تربيع كم هاي واحد B معامل X شو معامله أربعة ولا سالب أربعة سالب أربعة بأخذه مع الإشارة تمام الآن تعالوا نكتبها هسا اللي هي هيها سالب B على 2A سالب B يعني هاي سالب ال B كم هي أصلا سالب أربعة على 2 مضروبة في الأ كم الأ واحد طيب وهنا لازم نجيب صورتها بس خلينا أولش نكتب هاي نحسبها سالب السالب رح يصير أربعة رح يصير موجب أربعة وأربعة تقسيم أثنين شو الجواب اللي هو عبارة عن أثنين فهاي قيمتها على محور الأكس اثنين كيف بدي أعرف قيمتها على محور ال Y لازم تجيب لصورة اللي اثنين صورة هذا العدد ماذا بدي أجيبها من الاقتران الأصلي بتعوضها في الاقتران هون مكان الأكس فبتيجي بتحكي لثنين اثنين تربيع كم أربعة ناقص عوض لثنين مكان الأكس أربعة ضرب لثنين اللي هي كم ثمانية أربعة ناقص في ثمانية أشارة الكبير سالب وطرح سالب أربعة مش سالب ثمانية رح يطلع الجواب كم واللي هو عبارة عن سالب الأربعة يعني رح يصير معك هاي قيمتها على ال Y وهاي قيمتها على ال X مع بعض بيعملوا نقطة هايها نقطة إحداثيات الرأس اللي هي ثمين على ال X وسالب أربعة على ال Y إلا أن بيظل عليك كمان شغلة شو هي وإني لازم يكون معي نقطتين عشان أرسم الاقتران تمام نقطتين غير إحداثيات الرأس يعني هاي محور ال X بدي أخذ عدد أصغر منه وعدد أكبر منه عدد أصغر من ال 2 هاي بدي أعمل الجدول هاي X وهي F في ال X خلينا نشوف عدد أصغر من ال 2 مثلاً الصفر عدد أكبر من ال 2 مثلاً لنا 4 عوض الصفر في الاقتران هاي الاقتران مكان كل X يعني الصفر تربيع صفر ناقص 4 بصفر شو رح يطلع الجواب صفر طيب عوض لي هسا الأربعة مكان ال X 4 تربيع 16 ناقص 4 في 4 16 16 ناقص 16 شو الجواب برضو طلع معانا صفر هس بدي أجي أرسمها صار معي إحداثيات الرأس وصار معي نقطتين تقدر ترسمها مباشرة هاي المستوى عندك أول نقطة اللي هي 0-0 هاي هاي أول نقطة 0-0 خنرسمها باللون الأزرق والنقطة الثانية 4 على ال X و 0 على ال Y هاي 4 على ال X و 0 على ال Y برضو مكانك إلا إحداثيات الرأس شو هي إحداثيات الرأس اللي هي أهم إشي 2 على ال X وسالب 4 هاي 2 على ال X وسالب 4 على ال Y يعني تحت قاطحهم مع بعضين تقريبا هون فرح أنا أبلش أرسم من وين من إحداثيات الرأس حكينا لأنه ال A إذا بنوعامل X تربيع موجب الرسمة الأعلى فهايها ال A شو طلعت معك موجب واحد فأكيد الرسمة الأعلى بوصلهم زي هيك بعمل سهم هاي برضو بوصلها زي هيك وبعمل سهم هيك أنا بكون رسمة رسمة الاقتراني التربيعي أول شي عرفت شو الرأس اللي معاي اللهم نسى سيدنا محمد بعدين طلعنا النقطتين فاعتمدنا في النقطتين على قيمة ال X أخذنا عدد أصغر منها وعدد أكبر منها عوضنا في الاقتران طلعنا النقطتين ورسمنا الاقتران جاهز يعني بس آخر شي بدي أحدد مجاله ومدى المجال لاحظوا أنه في هذا الاقتران بالزبط ما أعطاني قيمة معينة للمجال ما أعطاني فترة زي الاقتران اللي قبل حكي لك من سلب 3 ل3 لا هاي تركها مفتوحة لما يترك لك إياها مفتوحة شو بتيجي بتحكي لي أنت هون المجال اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية بتقدر أي عدد تعوض لي اللي هي من سالب ما لنهاية للمالة النهاية هذا هو مجال الاقتران هذا اللي هو FLEX طيب المدى تابعه من وين بنا نعرف المدى المدى حكينا من محور ال Y بشوف وين أصغر قيمة هاي عند السالب أربعة وأعلى قيمة أعلى قيمة طلعش أحط لك أنا هون سهم يعني بظله رايح لوين يا جماعة للمالة النهاية فبحكي من سالب أربعة للمالة النهاية زي هي من سالب أربعة للمالة نهاية وهاي برضو بقدر أكتبها بدل فترات على شكل متباينة احنا بنحسب على محور ال Y ومن سالب أربعة للمالة النهاية يعني كل الأعداد اللي أكبر من الأربعة لفوق فبتحكي لي أكبر من أو تساوي الأربعة تمام هيك بنكون شرحنا هذا الدرس كامل بتمنى أنكم تكونوا فهمتوا ولا تنسوا كمان تدعمونا باشتراك و لايك لهذا الفيديو فإن شاء الله بنشوفكم بالحصة القادمة والله يعطيكم ألف عفية